السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتعبعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأل جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام أهت الله أنت بخير حدي وأنت طيبة أختي أهلا وسهلا الله يحفظك الله ينور قلبك إن شاء الله يا رب آمين الله يحفظك بيعني السؤال من ناحية الزكامة الفتر من الرمضان أي عندما تجير هنا مرة كبيرة عند أطفال يحفظنا لابنها ابنها متقود ما تعرف عنه كل شيء متقود هو يعترب الأطفال نعم وحالته مبعيفة وإن حالته مبعيفة وأنا قلت لي ألواني من جناحك بالدائرة يطعون ذكاء في مال فتر من الرمضان قلت لنا مشكلة عادي هي قلت تشتري غراب أطفال للعيد أشونا أنا أفعي هيا أنت مرة قلتني قبل العيد بيومين هو تتشتري غراب أطفال للعيد ملابس نعم أول سؤال ثاني سؤال عندي مواد يأخذ مواد من التموينية مواد غذائية نعم نعم عادي مثل فرضا عندي بقولات أنا ما أطلق من مريضا بور ما مليح للبقولات عادي واحد يبدلها مكان الشكر أو مكان معجون أو أي شيء ليش يبدلها؟ هي موادي هي المواد مالية واجبتي هي أنا أقول مثل بقولات أنا ما أريد البقولات ما مليح للبقولات أكلها أريد مكان الشكر فرضا معجون نعم إن شاء الله عبشري نعم الله يرضى عنك وعندي ثاني سؤال آخر سؤال عندي ولدين الله يحفظهم بس أنا مرة مطلقة وعايش ببيتي وأنا مرتاح ببيتي وأنا ببيتي هو إيجال ما أقول لك لا بس أنا عندي ولدين الولد أنا أولادي اثنين كل واحد عايش ببيت واحده وأنا ما أروح القد عندهم لأن أولا بيت أهلو يجون عندهم يجون عندهم يجون عندهم وأنا تعرف أني مطلقة وأنا ما أطيق أروح عندهم بس عندي هذا الصغير مرات أروح عندهم أروح أشوف وأطمني عليه ولكبير شوي بيته عيد ما أغطق أروح لإنه وأمر مرات أبونه يجون عندهم أعماته يجون عندهم أنا عادي بها مشكلة وأنا عادي ما أروح لإنه بس بيناتنا التليفون هم متزوجين أختي أم محمد متزوجين هم ها اي 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 متزوجين عايشين كل واحد مستقر ببيته إن شاء الله أبشر يا أحمد عندي محمد هذا الصغير أروح عنده أمرمر عنده أما هذاك الأكبر منه ما هل قد أروح عنده أنا أخاف محمد أنا والله العظيم ما أريد فارق ويناتم تنين أولادي الله يحفظ أنا بيناتني أنا على طول أخبرهم وأطمن عليهم وأسأل عنهم بس أشياء المشكلتي ما أفقى أروح غادي أمر مرات أهل ويجن عندهم إن شاء الله واضح يا محمد أبشر إن شاء الله الله يحفظ مرحب أشكرك من يوم أهلا وسهلا فضل يا مجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحب 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 أهلا وسهلا الله أبيك العافية هذه ثلاثة سئلة يا شيخ فضل يا شيخ شيخ أولا أنا جاني كتاب مصحف هذه قرآن كريم هل أنا ممكن هذه مثلا للوالدة مثلا وحط وقف ومثلا أنا حتى بعد ممكن لما أجي ممكن أقرأ منه إن شاء الله تمام تمام واحد وهل يا شيخ أهلا أنا ممكن أقرأ منه يعني باستفيد ويكون الوقت ويكون نساء ويكون ماشي يعني معنا تفهيم تسوى إن شاء الله فهمت نعم السؤال الثاني اللهم صلى الله أسلام محمد هل سنة الشفع سنة العشة البعادية يا شيخ سنة العشة البعادية هل هي الشفع ولا لا يعني خاصة براها إن شاء الله رمضان وغير رمضان إن شاء الله إن شاء الله السؤال الثالث يا شيخ يا شيخ خلي أجوز للزوج يعني مثلا أن يقول مثلا لزوجته إنه مثلا لو يعني ما يحب مثلا يعني أهل الزوج يعني فهل الزوجة مطالبة يعني مثلا أخواتها أو أولاد أخوان أخوان الزوجة لو هو ما بيحب لأنه أنا سمحتك كل مرة تقول مثلا الزوج الزوجة بطير زوجها مثلا إنه يعني لا تدخل البيت البيت من لا يحب الزوج يعني لو قال لي زوجته مثلا اهلك ما احبهم فما يجوني ممكن عادي مثلا تحاول انه اهلها ما يجوها البيت وبدأ عشان تبر زوجها ولا زوج هنا بكون غاطئ زوجته مع اهلها وضحت الفكرة ابشر الله أبطيك أم محمد من عراق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر عن دجارة امرأة كبيرة عندها اطفال ابنها مفقود وعندها اطفال هي تربيهم تقول حالتهم ضعيفة جدا قالت لي باني اريد اشتري اغراض العيد للاطفال وتقول باني انا سمعت بان زكاة الفطر ما تدفع الا قبل يوم العيد بيوم او يومين اختي ام محمد بارك الله فيك اولا بالنسبة لزكاة الفطر فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الامر الثاني بالنسبة لزكاة الفطر تجب على القادر المستطيع على ثمانها وهي صاع بالنسبة للمسلم سواء كان ذكر او انثى صغير او كبير حر او عبد كل هؤلاء يجب عليهم ان يخرجوا زكاة الفطر مدام مقادرين مستطيعين وهي صاع والصاع من طعام اهل البلد يعني الان اغلب طعام اهل البلد الرز يعني هو القوت الان ولذلك يخرجون بهذه الحدود ثلاثة كيلو او ثلاثة كيلو الا ربع اه والمسألة الثالثة تخرج طعاما في قول جماهير اهل العلم من السلف والخلف اه ولذلك زكاة الفطر تخرج طعاما الا ان يوكل الانسان الجمعية يعطيهم قيمة زكاة الفطر هم يخرجون له الزكاة يخرجون لهم له زكاة الفطر طعاما هذا هو القول الراجح قول جماهير اهل العلم من السلف والخلف الامر الثالث الاخر ما يتعلق بالوقت زكاة الفطر افضل وقت لاخراجها قبل خروج الناس الى صلاة العيد يعني بعد صلاة الفجر ولما شق على الناس ذلك رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يخرجوا زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين ولذلك من اخرج زكاة الفطر من اول رمضان او من بداية العشر فهذه صدقة من الصدقات ما اخرج زكاة الفطر ما اخرج زكاة الفطر ولذلك اخت الفاضلة لا تخرجين زكاة فطرك الان وانما اخرجيها يوم العيد عفوا يوم العيد قبل خروج الناس الى صلاة العيد او قبل يوم العيد بيوم او يومين ومسألة اخرى يا اخت الفاضلة اين الصدقة لماذا الان اغلب الناس الان ما عنده يعني تفكير في مسألة الصدقات والتبرعات يعني بعض الناس الان فقط يقول لك أنا أدي الزكاة وزكاة الفطر وزكاة المال فقط هناك صدقات هناك تبرعات هناك مساعدات هناك وقف مثلا فللأسف الشديد الآن يأتي بعض الناس ويطوع زكاة الفطر حتى يجعلها نقود يقول لك لا عشان هذا الفقير محتاج طيب الآن زكاة الفطر لو جينا للصاع يمكن ما بين 15 درهم إلى 20 درهم يعني أكثر ما يمكن أن يقال 20 درهم هذا فقير يحتاج إلى 100 درهم 200 درهم 300 درهم عشان يشتري ثياب ويشتري أشياء لأولاده مثلا في العيد فيا أم محمد بارك الله فيك لا تجعلين خيرك وبرك وإحسانك فقط في مثل هذا الأمر قولي لها إن شاء الله زكاة الفطر ستصلك يوم العيد أو ليلة العيد وهذا مبلغ صدق لك يعني ليس شرط أن تقولي هذا بكلام قلت فضل هذا مبلغ وتشتري لأولادها ثياب العيد أو حاجيات العيد بارك الله فيك ورضي عنك أم محمد تقول يعني أنا عندي بطاقة تموينية أو ما يتعلق بالأمور التموينية يعطونا مواد غذائية مثلا تقول بقولات تقول أنا ما أريد البقولات ممكن أستبدلها بسكر مثلا ومعجون وشيء من هذا القبيل أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للبطاقة التموينية إذا حددت فيها الأصناف تلتزمين بهذه الأصناف إلا إذا كان والله يسمحون في هذا فتقولي لهم مثلا البقوليات هذه أنا ما أريد أنا أريد سكر مثلا فإذا وافقوا جاهز ذلك تقولي والله إذا البقوليات ما أريد أريد معجون مثلا أو صلصل مثلا وافقوا يجوز أما قضية أنك تأخذينها أنت وتبعينها هذه مسألة ثانية هذه مسألة ثانية فلذلك اخت الفاضلة إذا كانت الجهة التي تقوم على الجمعيات التموينية هذه أو التموين إذا كانوا فعلا يقبلون مسألة التغيير ما في بأس المهم تستأذنينهم بارك الله فيك ورضي عنك إذا أخذت هذا ملكتي إذا ملكتي بيعيه واشتري ما شيئتي مما تحتاجين إليه أم محمد تقول أنا عندي ولدين أنا مطلق وعندي ولدين متزوجين واحد قريب مني هو الصغير والآخر بعيد عني وهو الكبير تقول كثيرا ما أزور الصغير ليس تفرقة بينهما وإنما لأن هذا قريب لي والكبير يأتيه والده ويعني يأتي أناس وكذا ما أحب أني أكون هناك هل علي شيء؟ أختي محمد لا ما عليك شيء ما عليك شيء لكن أهم شيء تفهمين ابنك الكبير هذا حتى لا يدخل إلى نفسه شيء ويعتقد بأنك تفرقين بينه وبين أخيه تنتبهين لهذا قل لي ابنك الكبير أنا أحبك كما أحب الصغير ولكن أنا أذهب إلى أخيك الصغير لأنه قريب من عندي وهناك ما أرتاح مثلا لوجود أشخاص وكذا فهمي وقل لي لأنا إذا جيت إلى بيت أخيك الصغير أتصل عليك تأتي لنجتمع ونجلس ويعني نتحدث شيء من هذا القبيل بارك الله فيك مجاهد من رأس الخيمة يقول جاني مصحف هدية ممكن أجعله وقف للوالد وأقرأ فيه في هذا المصحف مجاهد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا جاءه مصحف هدية فقد ملكه ويجوز له أن يتصرف فيه من حيث الوقف فتوقفه تقول هذا المصحف وقف لله تعالى ترجو ثوابه للوالد وتقرأ فيه ولك الأجر والثواب أيضا للوالد لك أجر الوقف وثواب الوقف للوالدة بارك الله فيك مجاهد يقول بالنسبة لسنة العشاء البعدية يقول هل هي الشفع في رمضان وغير رمضان أم ماذا مجاهد بارك الله فيك بالنسبة لسنة العشاء البعدية هذه سنة مستقلة ليس لها علاقة بالشفع وليس لها علاقة بقيام الليل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى ثنتي عشرة ركعبنا الله له بيت في الجنة ثنتاني قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وثنتاني بعد الظهر وثنتاني بعد المغرب وثنتاني بعد العشاء وهذه تصلى في رمضان وغير رمضان فهي سنة راتبة مرتبة على الصلوات يعني عندنا الصلوات الأربع فيها سنة رواتب سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات قبلية وبعدية بارك الله فيك فضل يا هاشم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله رب الله طاعدكم منه ومنك يا أخي أسأل عن الخشوع بالصلاة يا شيخ هل هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به إن شاء الله بارك الله فيك مرحبا نعم أبو محمد أبو محمد من عجمان تفضل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله رب الله دعاك شيخنا منه ومنك أخي أمس المجلس بس عندي ثلاث أسئلة الله يبارك فيك تفضل أخوي السؤال أولا كنت عمقرة في القرآن فمرت معي آية في سورة الأنبياء على ما تقد هي قال بل ربكم رب السمواج والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين هذا كان قول أبي سيدنا إبراهيم للكفار نعم المقصود وأنا على ذلك من الشاهدين ما المقصود في هذا سؤال الثاني شيخنا في بيت أخذنا للإيجار فالزكاة تجب على ثمن البيت أم على الإرادة من الإيجار يعني أنت اشتريت بيت للتأجير استثمار تمام تمام نعم الزكاة على ثمن البيت أو على المردود إن شاء الله الله يزيخ خير باقي شيء أبي محمد لا خلص الله يزيخ خير مرحب أخوي مرحب فضلي علي السلام عليكم عليكم السلام أخذ الله أخذ الله خير شيخنا مرحب حبيب أسأل بس هل يجب تسمية اسم ناي ناي تسمية بنت يعني أيو بنت اسمها إيش ناي ماي ناي بن نون ناي أيوة ناي من وين ما أخذ ناي آلة موسيقية آلة موسيقية يعني ما لها معنى آخر ها الله نعرف بسبب آلة موسيقية ممكن إلا معاني أخذ بسبب آلة موسيقية طيب يا علي أبشر تسمع الجواب مرحب مرحب طيب مجاهد من رأس الخيمة يقول هل يجوز للزوج أن يأمر زوج ثبعا لا تدخل أحد من أهلها لأنه ما يحبهم مثلا مجاهد بارك الله فيك ورضي عنك أولا بالنسبة للحقوق الزوجية هناك حقوق واجبة للزوج على زوجته وحقوق واجبة للزوج على زوجها وهناك حقوق مشتركة وهناك آداب وعشرة بالمعروف بين الزوجين ومن الحقوق التي للزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله عز وجل وذلك لقول الله تعالى ولا يعصينك في معروف ومن جملة الطاعة إذا كان الزوج يكره بعض أهل زوجته حيث أن بينه وبينهم مشاكل مثلا أو لا يرغب مثلا في دخولهم البيت لكون هؤلاء الأشخاص مشهورين بالإفساد مشهورين بالتخبيب بالتخريب مشهورين بالحسد مشهورين بكذا فيجب على المرأة وجوبا أن تطيع زوجها وأن لا تخالفه ولا تعصيه في ذلك وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حينما ذكر حق الزوج على زوجته قال وأن لا تدخل أحدا نعم في معنى الحديث معنى الحديث أن لا تدخل أحدا يكرهه الزوج أن لا تدخل أحدا يطع فراش الزوج أو يدخل إلى بيت الزوج والمقصود بهذا بأن الزوج ما دام أنه عنده مسوّغ عنده أمر يعتقد بأنه ودخول هؤلاء في مفسد فيجب على الزوج وجوبا أن تطيع الزوج في هذا ولا تعصيه لأن هذا يدفع إلى استمرارية الحياة وأيضا يعني الابتعاد عن المشاكل أما إذا كان الزوج يقول هذا بسبب أو بأشياء مزاجية بأشياء هكذا فقط بمجرد يريد أن يقطع الرحم بين زوجته وبين أهلها فهذا محرم عليه ولا يجوز والزوج لا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذه الحقوق الممنوحة له من الشارع الحكيم كون الزوج يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله يروح يتعسف ويظلم ويمارس صلف وقسوة والعياذ بالله هذا لا يجوز هذا محرم هذا محرم ولذلك النبي عليه الصلاة وستمناها المرأة أن تدخل أحدا يكرهه الزوج ما تدخل أحد يكرهه الزوج يعني ما زوجي مزاجي مثلا تطيعيه وتستطعين وهذا طبعا الخطاب لأخواتي وبناتي وأمهاتي لأن السؤال من المجاهد أقول تطيع تطيع المرأة زوجها وتستطيع أن تتواصل مع رحمها خارج البيت تزور أمها تزور أختها تزور مثلا بقية إخوانها والزوج عليه الإثم إذا كان فعلا متعمد قاصد الإضرار بزوجته وليس هناك مسوق شرعي ولا سبب ولا مبرر يدفعه إلى مثل هذا أما إذا كان لا أحيانا بعض الأزواج يا مجاهد والسؤال والجواب لأخواتي أحيانا بعض الأزواج لا يريد أن يخبر زوجته بما عنده من معلومات يعني مثلا أخو زوجته مثلا يدري عليه مشاكل عليه مشاكل وقضايا وزوجته اللي هي أخت أخت الرجل هذا ما تعلم ولو أعلمها يمكن تحزن يضيق صدرها يمكن تتكدر يمكن يعني تعتقد بأن زوجها سينظر إليها نظرة أو تتغير النظرة مثلا فالزوج يحكم عقله ويخفي هذا الشيء ما يحب أن يخبر زوجته بهان فيقول أخوكي لا يدخل بيتي لا تعاند لا تقول لا يدخل غصبا عنك تنتبه لأن الزوج أحيانا مثل ما ذكرتنا بعض الأزواج عنده نظوج وعقل ما يحب أن يدخل فيه تفريعات مثل بعض الأشياء يقول له أخوكي إذا حبيت تشوفينه شوفينه عند أمك مثلا وهذه قضايا واقعية أخواني ليست من الخيال موجودة فبعض الأزواج ما يحب أن يخبر زوجته يقول له شوفيه عند والدتك فلذلك الزوج العاقل الناضج الزوجة هذه تتق الله وتحافظ على بيتها وتطيع زوجة في طاعة الله عز وجل وهذه الأشياء ما تقف عليها الحياة الحياة ما تقف عليها يعني ممكن بالاتصال بالزيارة تذهبين إليهم أهم شيء أن تطيع المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى هاشم من الشارق يسأل عن الخشوع من حيث الحكم الشرعي هل هو ركم من أركان الصلاة وهل لا تصح الصلاة إلا به هاشم بارك الله فيك بالنسبة للخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة وإنما هو يدور بين الوجوب والاستحباب بين الوجوب والاستحباب وهو إلى الوجوب أقرب وذلك لما جاء في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من الأمر بالخشوع أو بيان فضل الخشوع قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يستقبل صلاته وبيّن بأن في الصلاة شغلا وأيضا ما نقل من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كله يشير إلى هذا المعنى يشير إلى هذا المعنى ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة ومثل الركوع ومثل السجود لأنه لو كان ركنا من أركان الصلاة ما قبل الصلاة أغلب الناس لماذا؟ الافتقاد ديم إلى الخشوع لكن عموما هو كما ذكرت لك أهل العلم بحثوا مسألة حكم الخشوع ومحصلة الأقوال أنه يدور بين الوجوب والاستحباب وفيما يظهر لي بأنه واجب ويسقط بالعجز والعجز هو الإنسان لا يستطيع أن يخشى أحيانا لا يستطيع أن يخشى يعني يحاول ويجتهد وكذا لا يخشى ما حكم الصلاة صحيحة ولله الحمد طيب من حيث الأجر أقل من غيره من من يخشع ولله الحمد ولذلك الناس يتفاوتون في مسألة الخشوع فمنهم من يخشع ومنهم من يعني هو دون ذلك ومنهم من يصلي ولا يدري كم صلى نسأل الله العافية والسلام ولولا أنه يصلي خلف الإمام ما عرف كم يصلي وهذا من فضل الله عليه أن يصلي خلف الإمام ما يدري كم صلى لأن من يدخل في الصلاة تأتيه الواردات والخواطر والشيطان يقعد له ويوسوس له ويفتح لي أبواب ولذلك الإنسان يا أخواني يا أخواتي مهم جدا إذا جاء يصلي أن يستشعر عظمة بين يدي من سيقف بين يدي من سيقف بين يدي الله عز وجل بين يدي الله عز وجل هذا الشعور أعتقد كافي بإذن الله أن يجلب لك الخشوع يجلب لك الخشوع أنت الآن إذا كان عندك موعد مع وجيه من وجهه الدنيا ماذا تفعل يا أخوي هاشم ها تتنظف وتترتب وتتطيب وتتكشخ ها وتذهب إلى هذا الوجيه من وجهه الدنيا لماذا حتى ما ينتقدك حتى ما يكون هناك ملاحظة عليك مثلا وربما أصغيت إليه وسمعك وبصرك متجه إليه بل مشاعرك قلبا وقالبا إليه لأن الوجيه من وجهه الدنيا وهذا طبيعي هذا طبيعي في البشر طيب كيف برب الناس إله الناس ها كيف يعني الإنسان أغلب الناس الآن إذا وقف في الصلاة أبدا ما كأن الله عز وجل مطلع عليه ولا ناظر إليه الله عز وجل إذا قال العبد الله أكبر قال رفعوا الحجوب بيني وبين عبدي فإذا التفت يغضب الرب يقول إلى من تلتفت إلى غيري سدلوا الحجوب بيني وبين عبدي ولذلك الإنسان مهم جدا أن يستشعر هذا المعنى كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه كان إذا توضى وهو يتوضى يتغير فيقال له في ذلك خير يشوفون وجهه يتغير قال أتدرون بين يدي من سأقف سيقف بين يدي العز وجل تأخذه رهبة تأخذه رهبة كان سئل بعض السلف كيف تصلي قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة وأقف بسكينة وبوقار فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعب أمامي والصراط منصوب تحت قدمي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاة أم لا شوف التواضع شوف هضم الحق حق نفسه يقول ما أدري تقبل صلاة أم لا الآن نحن نصلي صلاة مشتتة وشاردين فيها شرود عظيم ومع ذلك كأن الواحد أخذ صك بقبول الصلاة فلذلك أشكر الأخ خاشم على هذا السؤال والناس يحتاجون إلى الجواب على مثل هذه الحالات والإشكالات التي تمر في حياتهم وفي صلاتهم أنا أعتقد بأن الإنسان إذا هيئ نفسه وعرف بأنه سيقف بين يدي الله وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله وأن الله تعالى لا تغيب عنه غائبة وهنا أعتقد سيفيض عليه شعور وشيء عجيب جدا يجعله على أقل تقدير لو أنه استجلب نصف أو ثلاثة أرباع الخشوع بعد ذلك علي أن يتفكر في ما يقرأ أو ما يقرأ الإمام ويحاول أن يستجمع نفسه مع قراءة الإمام أو مع قراءته لنفسه كذلك أن يطيل في الصلاة يطيل في الصلاة الناس الآن في سرعة عجيبة الناس مع الصلاة أمرهم عجيب جدا كأنه حمل على الظهر وثقل على الكاهل يريد يتخلص منه يعني كأنه مغصوب على الصلاة متى يخلص؟ لا الصلاة لذة الصلاة نعمة الصلاة جنة الصلاة راحة الصلاة يعني من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يدخل في هذه الصلاة يركع ركوع بطمأنينة ويأتي بالأذكار يأتي بالتقديس والتمجيد لله عز وجل إذا رفع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقف شوي حمدا كثيرا طيبا نجيب هذا الدعاء إذا سجد يطيل في السجود طيل في السجود و أنا سبق أني وجهت رسالة لإخواني أئمة المساجد نحن الصحيح نقول لهم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرعة اللي تجعل المأموم ما يمكنه إلا أن يأتي بتسبيحة واحد أغلب المأمومين الآن يشكون و أنا من جملة المأمومين ليشكون ما نقدر ندعو في السجود نبغى ندعو ما نستطيع من بعض الأئمة هدان الله وإياه كأنه في حلبة سباق كأنه في حلبة سباق هذه صلاة يا إخواني بارك الله فيكم يعني لابد الإنسان أن يعظم شأن الصلاة وأن يقيم حق الإقامة ومن إقامة أنك تخشع فيها يعني بعض الناس الآن يقولون هذه القصص اللي تذكرونها عن السلف كيف وكذا وكذا يمكن من نسج الخيال لا والله كان القوم كذلك كانوا بهذه الصورة بعضهم يسقط جدار بيته هو يصلي وما يدري لأنه داخل في الصلاة داخل في الصلاة بعضهم ما يدري ما يدر حوله من شدة خشوعه في الصلاة لكن نحن لما بتعدنا عن الخشوع أصبحنا نستغرب مثلا هذه القصص ومثلا هذه الحوادث اللي حصلت عند السلف الصالح عموما أخي الفاضل بارك الله فيك أولا إسباغ الوضوء وهذا مهم جدا لأن الوضوء له تأثير على الخشوع في الصلاة الشيء الثاني إخلاص النية وإصراح الطوية الأمر الثالث اتباع حدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ألقاء لصلي وكما رأيتموني أصلي الأمر الآخر وهو أول أمر كما ذكرت لك أنك تستشعر بأنك ستقف بين يدينا عز وجل وأن الله مطلع عليك وأن الله تعالى يسمع كلامك وهذا أمر مهم المسألة الخامسة الإطالة إطالة اقرأ في الفاتح وإقرأ ما تيسر معك من القرآن إذا قرأت الفاتح اقرأ ما تيسر معك من القرآن إذا ركعت اركع بطمأنينة تمكن جسمك من الركوع سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم يعني تأتي بالتقديس والتمجيد اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع مطمئن سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إلى آخر الأدعية اطمئن سبحان الله مع الوقت ستتغير صلاتك وحياتك وتشوف أنك بدأت سبحان الله العظيم بصلاة جديدة ما عهدتها صلاة فعلا صلاة عبادية وليست عادية يصليها الناس أسأل الله تعالى نمن علينا وعليك وعلى الجميع بالخشوع بالصلاة أبو محمد من عجمان يقول في سورة الأنبياء في قول الله تعالى على لسان إبراهيم قال وأنا على ذلك من الشاهدين يقول ما معنى هذا أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لوحدانية الله تعالى أشهد الله عليها نفسه وملائكته وأولو العلم قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولذلك الله جل وعلا أشهد على وحدانيته الملائكة وأولو العلم وأشهد أول ما أشهد نفسه سبحانه وتعالى ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلى درجات من العلمة بل هم صفوة الخلق الأنبياء هم صفوة الخلق ولذلك إذا كان العلماء يشهدون لله تعالى بالوحداني وأنه خالق الكون وأنه خالق السماوات للأرض وفاطر السماوات للأرض فالأنبياء من باب أولى الأنبياء من باب أولى ولذلك الله عز وجل اصطفى الأنبياء واختارهم لأنهم صفوة الخلق خلاصة الخلق لما لديهم من الفطر السليمة والصدق والنقاء السريرة وسلامة السيرة هذا كله عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك الأنبياء يشهدون يشهدون بأن الله هو الذي فطر السماوات للأرض كما أن العلماء يشهدون بل أصحاب الفطر النقية الذين هم دون العلماء يشهدون بها أصحاب الفطر السليمة اللي ما تلوثه تشهدون بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء أبو محمد يقول عندي اشتريت بيت للأجار يقول الزكاة تكون على ثمن البيت أم الأجرة أبو محمد بارك الله فيك أي عين استثمارية يستثمرها الإنسان فالزكاة في الأجرة وليس في ثمن العين فمن اشترى مثلا بيتا وأراد استثماره بتأجيره فإن الزكاة تكون في الأجرة وليس في ثمن البيت بارك الله فيك نعم أيوة طيب علي من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز تسمية ناي أنا سألت علي قلت له ما معنى ناي قال هي أهل موسيقية يا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للأب المشروع في حقه أن يختار الاسم الحسن لأولاده سواء كانوا بنين أو بنات والمكلف في هذا الأب لأنه هو الذي يسمي وإذا ترك الخيار للأم كذلك يتجه الحكم التكليفي عليها باختيار الاسم الحسن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من الأسماء التي فيها تزكية فيها قبح فيها صعوبة فيها حزونة غيرها فيها تعبيد لغير الله عز وجل عليه الصلاة والسلام غير هذه كلها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وغير اسم إحدى الجواري ولذلك الأب مسؤول مسؤولية كامل عن أسماء أولاده لأن هذا الولد سيدعى يوم القيامة باسمه وباسم أبيه الأمر الثاني بالنسبة للأسماء لها تأثير على المسميات ولذلك من سمى شخصا باسم فيه صعوبة أو فيه حزونة سيتأثر تتأثر وهذا سبحان الله العظيم مصداق ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قضية تغيير الأسماء فالنبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء قال كثير من أهل العلم وذلك لما في الأسماء من التأثير على المسميات الأمر الآخر أنا والله أتعجب حقيقة من أحوالي كثير من الناس ضاقت الأسماء إلا أن يحشروا أنفسهم مع هذه الأسماء هذا الاسم لو سميت به البنت سيصبح يعني ربما سبب من أسباب توريثها عقدة من عقد النفسية لأنها ستدخل المدرسة وستصبح محل تندر سخرية عند زميلاتها في الدراسة وربما أثر على نفسيتها فعلى الناس أن يتقوا الله ناي أسمي بنت ناي آلة موسيقية فما يصلح هذا يعني هذا إلى التحريم أقرب يعني التسمية بهذا إلى التحريم أقرب ولذلك لا يسمي ناي ولا يسمي أي اسم يحمل آلة آلة موسيقية أو شيء من هذه المعازف هو يختار الأسماء لا سيما الأسماء التي ولله الحمد هي تمثل لنا تاريخ تمثل لنا مرجع ولله الحمد أسماء الصحابيات أمهات المؤمنين أسماء نسائنا العادات نسائنا اللي في بلدنا الطيبات أسماء هناك أسماء طيبة ولله الحمد في مجتمعاتنا أسماء جداتنا وأسماء يعني أقاربنا هذه أسماء طيبة بعد فلذلك أخوي علي ينتبهون ويتركون مثل هذه التسمية تفضلي علي علي يا علي الله علي شيخ الله يبارك فيك أول شيء وحبك في الله من معي علي جابب تفضلي علي الله يحييك الشيخ بدي أسأل بس عن الحديث يعني جاء رجل قال أجعل صلاتي نصفها لك يا رسول الله قال تكملت الحديث بس أنا كنت أسأل كيف أجعل صلاتي كلها لرسول الله سبحانه وتعالى الله يزكر كير مرحبا علي فضل أمو محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول في عندنا شخص أفطر أربع أيام من رمضان في هذه السنة السبب هو علل السبب أنه كان في عنده اجتماع وصابته حالة من التوتر يعني كل ما بيصير الاجتماع بيصير بحالة من التوتر والعصبية هذا أول السؤال السؤال كان عنده اجتماع أختي اجتماع في العمل يعني؟ نعم في العمل وتوتر وأفطر نعم أفطر أربعة أيام عنده يعني خلال شهر رمضان هذا أفطر أربعة أيام نعم السؤال الثاني بنتي اجتها حالة تقيع عفوا في نهار رمضان تقيعت اتمضمضت لكن ضلت ماسكة ما أفطرت فهل بيجب عليها أنها تعيد هذا اليوم؟ طبعا القيء اللي جاءها ليس باختيارها لا ولا هي مريضة ولا إيش عارض عارض طيب السؤال الثالث في حال أنا كنت تصلي ويجتني في يعني بعد ما قرأت السورة القصيرة اللي هي صدفت معي سورة الأعراف في نهايتها في سجود التلاوة فمعرفت شو أعمل سجود التلاوة والمفروض أني أنا خلصت الآية لازم أركع وأجد يعني فإيش لازم أعمل في هذه الحالة؟ قصدكم محمد يعني أنت الآن في آخر سورة العراف مريتي بالسجدة تقولين ماذا أفعل أسجد للتلاوة ولا أركع هذا قصدك؟ أي نعم بالضبط نعم هذا السؤال شكرا إليك بارك الله بارك الله فضلي مشعل السلام عليكم الشيح السلام عليكم الحال مرحبا عافية شيخ أنجرس تفضل الله أعافيك سأل الأول شيخ أثناء الجلوس بأساطة الزجر للشروق أنا أحيانا أضطر أن نذهب إلى الحمام هذا الفعل يعني نقص للاجر الحجم العمر طيب سأل الثاني يا شيخ أنا أحيانا شيخ في المسجد أمشي أقع أثكار وأمشي في المسجد أنا يجوز أمشي في المسجد أمشي يعني أدور أقع أثكار متى هذه متى يكون قبل الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة أقع أثكار بعد الصلاة إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ ذكور المواشي هل هي تنسب في الزكاية يا شيخ الكباش يعني تقريبا الكباش ذكور الأبل إن شاء الله سؤال الثاني يا شيخ حكم الشيخ حجز الأماكن في المسجد أني حط سجادة وأروح بعدين أرد إن شاء الله شكرا يا شيخ مرحبا يا مشعل طيب علي من الشارق بارك الله يسأل عن حديث يقول أن رجلا قال يا رسول الله ماذا أجعل لك من صلاتي قال نصفها إلى آخر الحديث الحديث معروف قال أجعل لك صلاة كلها قال إذن تكفى همك ويقضى دينك علي بارك الله فيك أنا سبق لي جواب حول هذه المسألة مطول في حلقات سابقة وخلاصة الجواب بارك الله فيك أولا هذا الحديث حديث صحيح ثابت الأمر الثاني بالنسبة لهذه الحالة التي جاء فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله بحيث يجعل الداعي جميع صلاته للنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء وهذا هو أقرب قول لمعنى هذا الحديث أن أن الصحابي الجليل كان لديه أمر خاص كان لديه أمر خاص فدع الله عز وجل ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجعل له كم يجعل له من صلاته فقال له الشطر ثم قال له قال إذن أجعل لك صلاتي كلها أو صلاتي لك كلها والمقصود أخي الفاضل إذا كان الشخص عنده أمر خاص مثلا دعوة خاصة مثلا دعوة خاصة يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والله عز وجل مطلع على ما في قلبه يعلم ما في قلبه و الدليل أيضا على أن هذا لأمر خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعو ما كان يجعل الدعاء كله صلاة عليه كذلك الصحاب الكرام ناسيما الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفة أبو بكر و عمر و عثمان و علي هؤلاء الخلفاء الراشدين ما كانوا إذا دعوا يدعون فقط بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واضح يا أخوي علي ولذلك إذا كان أنت عندك حاجة ضرورية عندك مشكلة عندك كذا تقدم بين دعائك تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه تقول لا يعني تذكر الله وتحمد الله وتشكر الله ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام و ربنا جل وعلا أعلم بما في قلبك الذي اتجه إلى هذه الحاجة بارك الله فيك أم محمد من الشارقة تقول هناك شخص أفطر أربعة أيام والسبب يقول أنه يتوتر أثناء الاجتماعات إذا حصل اجتماع تقول أربعة أيام في هذا الشهر أفطر ما حكم ذلك أختي محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام و مبانيه العظام و قد فرضه الله و أوجبه على أهل الإسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه في الصيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه و أعلى آله و أصحابه و سلم بني الإسلام على خمس يعني الدعائم أركان بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت و جاءت الأحاديث الكثيرة التي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصيام ركو من أركان الإسلام و الإجماع منعقد على ذلك طبعا يمكن أن محمد تقول نحن نعرف هذا الشيء لماذا تقدم بهذه المقدمة حتى أبين خطورة ما يقدم عليه بعض الناس هدان الله و إياهم من هدم هذا الركن لأسباب تافية من هدم هذا الركن لأسباب تافية و لذلك هذا الركن من أركان الإسلام شهر رمضان شهر واحد في السنة يصومه الإنسان و لذلك واجب عليه أن يؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز و جل و كما بيّن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه العبادة يجوز للإنسان أن يفتر فيها في حالات شرعية ذكرها الله في القرآن و ذكرها النبي عليه الصلاة و السلام في السنة يقول جل و علا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر و النبي عليه الصلاة و السلام رخص للمريض الفطر في رمضان رخص المسافر الفطر في رمضان و بيّن هذا بيّن واضح صلى الله عليه و سلم و ليس عندنا في النصوص الشرعية أن من توتر في رمضان يفتر ما عنده بل الذي عندنا أن الذي يتوتر في رمضان و غير رمضان يصبر و يحاول أن يقول يستغفر الله و يستعيد بالله تعالى من الشيطان حتى لا يستولي عليه الشيطان و يخرج عن حد الطاعة و العباد هذا الذي عنده و لذلك قال تعالى الذين إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون قل جل وعلا و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجي و قد ورد في حديث و إن كان هذا الحديث يعني متكلم فيه من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة و السلام قال من أفطر في رمضان من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله و إنصامه نعوذ بالله نعوذ بالله نسأل الله العافية و السلام و لذلك فطر يوم في رمضان من كبائر الذنوب من عظائم الآثام يعني من صنف في كتب الكبائر كبائر الذنوب ذكروا من جملة ما ذكروا من كبائر الذنوب الفطر في رمضان عامدا متعمدا أن يتعمد الإنسان الفطر في رمضان و لذلك هذا الأخ أمر غريب جدا يعني فهو الإنسان إذا توتر فالاجتماع يروح يتوضى و يطفئ جمرة الغضب و التوتر يطفئها إذا غضب و توتر يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول أستغفر الله إنا لله و إنا إلي راجعون ما يترك نفسه للشيطان يأخذ إلى مثل هذا الطريق و لذلك هذا الرجل عليه أن يتوب إلى الله و أن يستغفر الله و أن يعلم بأنه عمل عملا عظيما و وقع في ذنب كبير نسأل الله أن يتوب عليه و ما دام أن الله تعالى فسح في عمره و مد في أجل يتوب الآن قبل ما ينتهي رمضان ما يدري هو هو يكمل رمضان و إلا لا ما يتوب إلى الله لأنه إذا لقي الله هو على هذه الحالة فقد لقيه على أمر عظيم نسأل الله العافي و لابد أن يتعلم أنه إذا غضب ما يروح يفطر يفطر مثل بعض الناس نعوذ بالله يروح يكفر بالله نسأل الله العافي نسأل الله السلام يخرج من ملة الإسلام إذا غضب يكفر بالله و يسب الله و يسب الرسول و يسب القرآن و يخرج من ملة الإسلام و صاحبنا هذا توتر و يروح يفتر كيف تفتر الصيام أصلا يهذب النفوس الصيام يضيق مجاري الدم و يمنع أن الشيطان يحضر بعض الناس هو الذي يستدعي الشيطان و يجرب الشيطان عموما نختلف فاضلة لابد أن يعلم هذا الرجل بأنه واقع فيه كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة من عظائم الخطايا و الآثام الآن اليوم قبل بكرة قبل ما تغرب الشمس يتوب إلى الله و التوبة الإقلاع عن هذا الأمر ما يعود له الندم العزم الأكيد على عدم العود إليه يكثر من قول أستغفر الله و توب إليه يتصدق يبر والديه يقرأ قرآن يقوم الليل يبكي على ذنبه و خطيئته لأن الأمر ليس بهذه السهول نسأل الله تعالى أن يعين على التوبة أم محمد تقول بنتها جاءت حالة تقيع لا إرادي تقول وأفطرت عفوا تقول ما أفطرت يعني ماذا عليها أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي القيء يختلف باختلاف المهيج والسبب فإذا كان الإنسان هو الذي تعمد التقيع بوضع أصبوعه بشم رائحة بنظر إلى شيء بكذا يفتر أما إذا غلبه القيء مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصب عنه ما عليه شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي استقاء السين هنا طلبية يعني هو الذي استدعى بنتك الآن ما عليها شيء ولله الحمد ما دام أنها كملت صومة الحمد لله ولا تقضي هذا اليوم لماذا لأنها ما ما اختارت هي القيء ولا استدعته ولا جلبته ولا هي تسببت فيه ما عليها شيء ولله الحمد والمن أم محمد تقول أنا كنت أصلي وأقرأ في سورة الأعراف آخر الأعراف سجدة طبعا تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة أسجد لتلاوة ولا أركع أخت الفاضل أم محمد أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة مستحبة في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بالنسبة لمن مر بآية سجدة في آخر السورة فإن السنة أن يسجد للتلاوة تسجدين للتلاوة ثم ترفعين تسجدين للتلاوة ثم ترفعين أنت الآن بالخيار بين أمرين إما أنك تركعين وهذا شي طبيعي تركعين تكملين صلاتك وإما أن تقرأ آيات مثلا بعد الركوع تقرأين سورة قصيرة آيات وتكملين صلاتك ولله الحمد والمن مش عالم العين يقول أنا أجلس بعد الفجر إلى الشروق أحيانا أضطر الذهاب إلى دورة المياه لتجديد الوضوء يقول هل هذا ينقص الأجر الوارد في الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة الجواب لا ما ينقص الأجر بإذن الله لماذا؟ لأن هذا أمر اضطراري أنت لو كنت في صلاة الفرض وانتقى ضوءك تخرج وتتوضأ وتأتي وتصل كذلك الحال اللي أنت فيها هذه الفترة الزمنية التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام المسلم في أن يجلس فيها لو حصل لك ضرورة أو حاجة ورحت طلعت توضيت ورجعت إن شاء الله أجرك مكتوب بحول الله فبدل يا شذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحسنا السلام وقبول الطاعات يا رب يا رب الشيخنا أنا الوارحة بصلاة يعني ميل بس أنت قاعدة متأخرة شوي فصلاة الركعة كان يعني أربع ركعة أو بعدين صلاة الشفاء وأنا إذا أكبر أصلي صلاة الوتر أزل الأذان يعني صارت صلاة الوتر أنا صراحة تويت ركعة واحدة بس قضاعا بس بعدين ورما خلت الأذان يعني وصليت أنا صلاة يعني طلعت الشمس بعدين صلاة الفجر وهاي ومعدين طلعت صلاة الظحى ويضحى صليت ركعة صلاة الوتر قضاعا يعني قررت الفاتحة وقل له الله أحد والثاني نفس الشيء طيح يعني معرفة صحيح هذا إن شاء الله اللي صليتها وي الأذان يعني إن شاء الله إن شاء الله سؤال الثاني والسؤال الثاني هو سيد الشيخ مراحل من بعده يلا يلا خير إذا تذكرت التصري الله يحفظك أهلا وسهلا طيب مشعل يقول بأنه يعني أحياناً هو في المسجد يمشي جيب الأذكار مثلاً يقول ما حكم ذلك لا بأس لا بأس يا مشعل بارك الله فيك لأن الأذكار لا يشترط لها الجلوس فإذا تقول لي أنت أذكار الصباح وأذكار المساء مثلاً تقول أحياناً أحتاج أني أمشي في المسجد أجيب الأذكار أو أقول القرآن ما فيه بأس لكن للأصل أن الإنسان يجلس لأن الجلوس فيه طمأنينة وسبب من أسباب الخشوع الجلوس سبحان الله العظيم الإنسان إذا ما يجلس يذكر الله عز وجل يكون أكثر خشوعاً وأكثر طمأنينة وأكثر راحة وتفكراً من المشي من المشي لكن لو احتجت إلى المشي لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن تفضل يا عبيد نعم تفضل أرحب يا عبيد من معي لو سمحت تفضل معك أنت ما تصل على الهوى مباشرة ها أيها أبغى الشيخة يلا أنا أنت تشوفني ولا لا آه يلا شوفك أيه يلا كنت تهرجوك كنت تهرجوك كنت تهرجوك الله يحيي تفضل طبعاً من ناحية الصلاة الله يحفظك أي أنا أصلي بالبيت للتعبان شوي وما جناز أعزن ولا أصلي على طول أي سلامات إن شاء الله الله يسلم والسؤال الثاني تفضل عمرك إذا فتتني الصلاة هلاك بالإذان والسنن القبرية والبعدية ولا على طول أصلي إن شاء الله الله يحفظك وياك وياك مرحبا مرحبا طيب عبيد الله يحفظ يبارك فيه عفواً مشعل مشعل الآن مشعل من العين في سؤاله الثالث يقول بالنسبة لذكور المواشي يقول ذكور يعني بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم يقول تدخل في الزكاة نعم يا أخي الفاضل تحسب من العدد يعني لو أن شخص عنده تسعة وثلاثين عجه تسعة وثلاثين شات وعنده كبش واحد هذا يحسب مع الغنم وتكمل النصاب يكمل النصاب فيها شات واحد لأن نصاب الغنم أربعين نصاب الغنم أربعين شخص عنده خمسة أربع نياق وعنده جمل هذا بلغ النصاب فيه شات واحد شات واحد واحد عنده تسعة وعشرين بقرة وعنده ثور واحد كمل ولا لا كمل إذن الذكر يكمل النصاب بارك الله فيك مشعل يسأل عن حكم حجز الأماكن في المسجد مشعل بارك الله فيك بالنسبة لي حجز الأماكن في المساجد فيه تفصيل أولا إذا كان الشخص قد سبق إلى هذا المكان ثم ذهب لحاجة كأن يجدد الوضوء مثل حالتك قبل شوي حجز صلى سبق إلى هذا المكان وجاء ينبكر ولله الحمد ثم ذهب ليتوضى هو أحق بهذا المكان من غيره أحق بهذا المكان من غيره هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا كان الشخص قد صلى الفجر مثلا خاصة هذا يحصل يوم الجمعة هدان الله وإياه ثم يبقي السجادة في هذا المكان في الصف الأول مثلا أو خلف الإمام على اعتبار أنه سيعود الساعة 11 ونصف الساعة 12 مثلا ليصلي في هذا المكان هذا حجز للمكان ما يجوز هذا لا يجوز بعض العلماء يقون يكره والذي يظهر بأنه لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحجز الإنسان مكانا له في المسجد لا يتجاوزه ودل على هذا مجموعة نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونهى أن يحتجر الإنسان جاء في السنن نهى عن إيطان كإيطان البعير كإيطان البعير هذا الحديث مروي في السنن عموما فإذا كان بهذا الغرض هذا لا يجوز لا يجوز أن يحجز ثم يذهب ويعود كذلك الآن في صلاة التراويح هذا أن الله هو إياه بعض الناس الآن يصلي المغرب ثم يضع سجادته ويروح البيت علشان يجي العشة ويحصل مكانه هنا لا هذا كله ممنوع شرعا ولذلك الإنسان الذي يريد الصف الأول يبكر يبكر ويسابق إلى الصف الأول أما حجز الأماكن بمثل هذه الطريقة فلا وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ولأن هذه الأماكن مشاعبين فمن سبق فهو أحق بها من سبق أما أن يحتجر الإنسان ويغتصب هذا المكان هذا أمر خطير حتى بعض الفقهاء بعض الفقهاء يبطلون صلاة وإن كان هذا القول يعني مرجوح قالوا لأن لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة وهذا مكان غصبه يعني اعتدى وضع سجادة وأصبح هذا المكان يعني معروف به حتى لو جاء شخص قالوا لأروح هذا مكان فلان هذا ما يصرح هذا تنتبهون لهذا بارك الله فيكم شاذا من العراق تقول البارح صليت قيام الليل تقول لما صليت الوتر أذن المؤذن علي وبعدين قضيته مع الضحى ركعتين ما حكم ذلك أختي شاذا بارك الله فيك بالنسبة للوتر اللي صليتي في مكانه ومحله ولله لحظة ما في حاجة أنك تقضينه صحيح أن الوتر ينتهي في قول جماهير أهل الإنبي أذان الفجر لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخل عليهم دخل عليهم أذان الفجر صلوا بعد الأذان الوتر وهذا فعله جمع من الصحابة ولذلك اخت الفاضل أي إنسان الآن يصلي الوتر ثم أذن المؤذن عليه كمل الوتر ويكون أداء ولله الحمد فإذا كان في بداية الوتر أكمله وإذا كان أصلا بعد رفعه من الركوع فقد أدركه أدرك الوتر لأن هذا وقته وقد أدرك ركعه ولله الحمد بالركوع أما إذا في بداية الوتر فإنه قد أدرك أيضا خاصة نحن ذكرنا المسألة الخلافية وأن فهم الصحابة للوتر أنه يمتد إلى ما بعد الأذان يقالوا بقى لبعضهم يمتد إلى صلاة الفجر يعني إلى إقامة الصلاة هذا نقوله لمن لمثل حالة شذا أما شخص يقوله طيب متى أنتهي من الوتر نقوله قبل أذان الفجر لكن لو حصل مثل هذه الحالة نقوله لا ما تقضين بارك الله فيك عبيد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا يعني تعبان وأصلي في البيت يقول بالنسبة للأذان مثلا كيف أو أذن هل أذن أم أكتفي بأذان المسجد وأيضا يقول إذا مثلا صليت في بيتي بالنسبة للسنن القبلية والبعدية عبيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك صلى الله تعالى أن يمدك بالصحة والعافية أخوي الفاضل أولا بالنسبة للأذان لا ما تؤذن لأنه يكفي أذان المسجد والآن لا الحمد أغلب المدن والهجر والمناطق فيها مساجد ولا الحمد يرفع فيها الأذان فتكتفي بأذان المساجد اللي سمعته بارك الله فيك أما إذا قلت لي لا أنا في حي بعيد ولا أسمع أذان ولا شيء لا تؤذن تؤذن إذا جئت تصلي أما تقول لي لا والله حارتنا فيها مسجد والمدينة فيها مساجد يرفع فيها الأذان ونسمع الأذان لا ما في حاجة أنك تؤذن لكن تقيم بارك الله فيك تقيم إذا جئت تصلي تقيم جميع الصلوات الخمس تقيم لها الله أكبر الله أكبر الإقامة ما تصلي إلا بإقامة ولو صليت من دون إقامة صلاتك صحيحة لكنك تركت واجب من الواجبات والإقامة ليست هي من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة لا هي يعني منفكة هي عبادة مستقلة فأنت تقيم للصلاة هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للسنن القبلية إذا جيت تصلي ما تصلي الفريضة مباشرة وإنما تصلي السنن القبلية حتى لو كنت في البيت يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن السنن الراتبة ما يصليها إلا في المسجد لا حتى في البيت حتى الإنسان الذي فاتته الصلاة والصلاة فيها سنة قبلية أو بعدي صليها ولله الحمد قبل الصلاة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته هو وأصحابه صلاة الفجر وصلىها وضحا صلى أولا السنة الراتبة القبلية صلى السنة الراتبة القبلية صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أخي عبيد الله يرضى عليك إذا جيت تصلي الفجر مثلا تقيم قبل الإقامة تصلي ركعتين بعد أذان الفجر طبعا اللي في المساجد تصلي ركعتين سنة الفجر القبلية ثم تقيم إلى صلاة الفجر إذا جيت تصلي الظهر تصلي أربع ركعات القبلية ركعتين ركعتين ثم تقيم لصلاة الظهر وبعدين تصلي ركعتين بعد الظهر العصر ما لها سنة راتبة في سنة مطلقة لو جيت تصلي العصر وتقيم مباشرة طيب المغرب تصلي تقيم لصلاة المغرب وتصلي سنة راتبة بعد المغرب العشاء تقيم لصلاة العشاء وتصلي سنة راتبة بعد صلاة العشاء بارك الله فيك ورضية عنك هذا إذا كنت قادر تقول لي والله صعب علي أنا مريض أنا مثلا مجهد صعب علي إلا الفرض الحمد لله يكفي أنك تصلي الفريضة بارك الله فيك خلصنا يلا طيب انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الاسئلة إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته